السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناة طيور فوق السطح النهات دا احنا جايين نتكلم في موضوع مهم جديد ومختلف جدا احنا دايما بنتكلم عن زيادة انتاج البيضة لكن ما تكلمناش كتير عن فكرة ان البيضة تكون صغيرة في الحجم المشكلة دي ممكن يكون لها اسباب مرضية او اسباب في التربية بتاعتنا وممكن يكون لها اسباب طبيعية من عند ربنا وما تقلقناش باي شكل من الاشكال هنتكلم عن كل الاسباب المتوقعة والمحتملة اللي تخلي البيضة حجمها صغير لان البيضة لما بيبقى حجمها صغير مش بتتاكل وما تتبعش ومش هتفيدك باي شكل من الاشكال ساعات بتترمي يعني بيبقى فعلا ما فيش جواها حاجة بتبقى صغيرة جدا كده ومش هتفيدك باي شكل من الاشكال وممكن تكون الفرخة اللي بتبيت بيت صغير دي اصلا كبيرة في السن يعني قديلها فترة بتبيت بس على غفلة لقينا البيت بتاعها صغير فنتكلم عن الاسباب والحلول الممكنة لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرية من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول مبدئيا كده زي ما قولنا في البداية ان في اسباب مرضية واسباب غير مرضية الاسباب اللي غير مرضية اللي ما تخلناش نقلق باي شكل من الاشكال اللي انه يكون الفرخة نفسها عمرها صغير يعني لسه بتبيت قريب طبيعي ان اول بيت بالنسبة لها يكون بيت صغير لانها لو باضي بيت كبير هتعور قناة البيض اللي عندها لذلك احنا ضد اي محفزات من اللي بتباعها في الصيدليات او بعض الناس بتستخدمها للطيور بتاعتها محفزات بتخلي البيض كبير هو فعلا البيض بيجبر بدري بدري لكن بتبقى الفرخة نفسها لسه ما كبرتش القناة بتاعت البيض بتاعتها صغيرة مش هتستحمل البيض الكبير يعدي منها بيضة مع بيضة مع بيضة القناة دي طبيعيا بفترة ربنا لوحدها بتكبر وتوسع فاول ما توسع وتكبر بتلاقي على طول البيضة نفسها كبرت على قدها بالزبط وكل ما توسع اكتر البيضة تكبر اكتر وهكذا لحد ما توصل الفرخة مثلا كده على عمر عشر شهور او سنة ويمكن قبل كده كمان تلاقيها جابت اوسع حاجة ممكن تجيبها في قناة البيض وساعتها هتكون بالبيض اكبر بيضة ممكنة للفرخة دي لذلك انا ضد المحفزات تماما وبلاش نستخدمها نستنى شوية لما الفرخة تبقى خبرة كده وتكبر وتبيض البيض كبير لوحدها ده سبب مش مرضي وما يقلقناش باي شكل من الاشكال انما في اسباب مرضية تانية زي ان الفرخة عندها في بطنها ديدان والديدان دي بتعمل تغيرات بقى بتظهر على الفرخة بنلاقي كده التغيرات السلوكية في الفرخة وعندها خمول ووزنها مش بيكبر شبه متوقف مش بتتقل مع الايام وما عندها الشهية لي الاكل والحالة دي لازم طبيب فورا يشوفها علشان خاطر يعمل لها الرسوم المناسبة ويكشف عليها الكشف المناسب ويعالجها من الديدان دي بالعلاج المناسب لان الموضوع ما فيهوش حل واحد يعني نقوله لكم كده لان الديدان مختلفة وبتبقى موجودة كمان في اماكن مختلفة مش بس في البطن فطبيب فورا لي مشكلة الديدان دي وان شاء الله البيض هيكبر ويرجع زي مكان او البيض هيكبر لو اصلا الفرخة مش بتبيض بيض كبير وبرضو من الاسباب المحتملة لكنها مش شائعة قوي لان البيض صغير حجمه صغير هو التهاب بوق الدجاجة البوق بتاع الدجاجة بيبقى ملتهب وده طبيعي جدا هيخلي البيضة نفسها حجمها صغير برضو فيه برضو من الاسباب اللي بتخلي الفرخة بيض بيض صغير لخبطت الاكل والاكل غير الصحي الاكل غير المتنوع الاكل اللي ما فيهوش كالسيوم بنسبة كافية ما فيهوش فيتامين بي اربعة ما فيهوش فيتامين اي فيتامين اي ما فيهوش بروتين كافي كل ده بيؤدي الى ان الفرخة تبيض بيض صغير في الحجم وده طبيعي لان على قد ما بتديها على قد ما بتديك لكن خلي بالك من حاجة مهمة مش بتديك بالزبط اللي انت بتدهولها لكن مهم جدا اننا ننوع فيه الاكل ونديها كل العناصر اللازمة علشان خاطر البيض كمان يبقى متكامل من حيث الصفار والبياض ونسبتهم في البيضة من حيث اشرة البيضة وصمكها وقوتها المناسب يعني ما ننساش نديها اي عنصر من العناصر المهمة زي كالسيوم وفيتامين اي وي وبي فور وي بروتين وكل حاجة مهمة للفرخة برضو من الاسباب الازعاج او الاجهاد برضو يعني الازعاج ده ممكن يسبب ان البيض يكون حجمه صغير الازعاج المستمر ان الفرخة ما تبقاش هادية في المكان بتاعها وعلى طول فيه اضطراب وازعاج في البيئة المحيطة لها القلق عموما هم عندهم برضو تأثيرات من الحالة النفسية على انتاجهم زي اي كائن حي اي كان حي بيتأثر نفسيا والتأثير النفسي ده بيؤدي الى قلة في الانتاج محتملة فنخلي بالنا من موضوع الازعاج ونعايشهم دايما في جو هادئ جدا بعض الناس في الدول الغربية بتشغل مزيكة للأبقار علشان تدر لبن اكتر وده موجود فعلا المزيكة الهادية والحاجات دي كلها لكن احنا طبعا مش هنشغل مزيكة ليه الفراخ احنا بس هنوفر لهم جو هادي مناسب لي زيادة الانتاج برضو الاجهاد الاجهاد ده بسبب نقص الاكل او تأخير الاكل نقص المية او تأخير المية بيتعبوا بيوجهدوا كل ده بيؤخر الانتاج من حيث العدد ومن حيث كمان الحجم بتاع البيضة الحل بقى العام لاي مشاكل من المشاكل دي كلها او لاي سبب من اسباب دي كلها هو نظام التغذية نديهم سعرات حرارية عالية نديهم كالسيوم كافي نديهم فيتامينات A C E D B كافية كل دي نقدمها فيتامينات كافية ونقدم لهم طبعا الفيتامينات دي طبيعيا من الخضروات باي طريقة بقى نغطاها حيثة صغيرة او نسلقها ونهرسها اي خضار موجود ورخيص نقدمه هيكون مفيد جدا للفيتامينات دي كلها للطيور عشان خاطر البيضة تكبر كمان نقدم حبوب كاملة وسوائل مية نظيفة ونحط عليها لبن رائب يعني نص كوباية من اللبن الرائب على السقاية التلاتة لتر كل ده هيكون مفيد جدا ليهم برضو مهم جدا بنسبة لهم كمية الضوء الموجودة في المكان تمام يعني ممكن الضوء ده يكون طبيعي وممكن يكون صناعي طبيعي الشمس والصناعي اللونة دي احنا ممكن نركبها في المكان برضو ناخد بالنا ان الضوء ده بيأثر تأثير مباشر على انتاج البيض من حيث العدد ومن حيث الكمية او الحجم بتاع البيض الضوء لازم يكون موجود 16 ساعة في المكان صيف او شدة بكده انت مش هتواجه ابدا مشكلة صغر حجم البيضة عندك في القطية بتاعك ده كان فيديو النهاردة ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب ونشوفك على الف خير في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته